بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع نور الدين فيما يشغل الأذهان وبال الإنسان مما يشغل الأذهان قضية الأمور التي تتعلق بالغيب وتتعلق بالأذية وتتعلق بالحسد تتعلق بالأعمال وبالسحر وبنحو هذا من ما تكلم عنه الأديان كل الأديان وكل الوحي تكلم عن أن هناك مخلوقات غير مرئية لا نراه منها مخلوقات طيبة ومنها مخلوقات شريرة المخلوقات الطيبة منها الملائكة والمخلوقات الشريرة منها الشياطين وهناك جنس معين من المخلوقات التي تنتمي إليه الشياطين وهو ما يسمى بالجن الشيطان كان من وسط الجن لكن الجن ليس جميعا أشرار وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة يعني طرائق متعددة كثيرة تجدي من الجن المؤمن ونجد من الجن الكافر ونجد من الجن المؤذي ونجد من الجن الطيب لكن الله سبحانه وتعالى كلف الجن بعبادته مثل ما كلف الملائكة بعبادته ومثل ما كلف بني آدم بعبادته الجن عندهم اختيار يبقى ليس شأنهم شأن الملائكة الملائكة لا اختيار لهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا قال الله لهم اسجدوا ساجدوا اركعوا ركعوا اسمتوا صامتوا اسكتوا ساكتوا يصلوا يصلوا لا يصد الله ما أمرهم أول ما يصدر الأمر فكأنه شيء ومخلوق لا يعرف سوى الطاعة ليس عنده اختيار ليس عنده اختيار أن يقول لنفسه بعدما صدور الأمر اسجد أو لا اسجد هذا شأن الإنسان وشأن الجن أيضا الاختيار لكن الملائكة يجد نفسه غير قادر إلا أن يسجد إذن هو لم يفعل معصيه أبدا إلا هو الملائك فربنا سبحانه وتعالى يعني قدمهم وأعلى من شأنهم ولكن جعل الطائع من المختارين أعلى منه لدرجة أنه أمرهم أن يسجدوا لآدم إذن نحن أمام ما نعرفه من الوحي ثلاثة الملائكة ناس طيبين والجن منهم ومنهم والإنسان برضو منه ومنه إنه يراكم هو وقبيله قبيله يعني القبيلة اللي هو منتمي إليها اللي هم الجن من حيث لا ترون يبقى إذن أنا مش شايف الشيطان لكن هو شايفني ومش شايف الجن لكن هو شايفني هل يستطيع الإنسان أن يرى الجنة اتفق علماء المسلمين على أن أحدا لا يستطيع أن يرى الجنة على هيئته التي خلقه الله عليها ما يجيش واحد أو واحدة وتقول على فكرة يا جماعة أنا هرسم لكم الجن إزاي قال ما أنا شفته من بار ده هو بقرون كده هو وانطلع لسانه لسانه طويل كده هو و صح كده حاجة دحك طب أنت شفته إزاي ولا شفته إزاي أخينا فيقول ما أنا شفته باره يقول الإمام الشافعي ومن ادعى أنه قد رأى الجن على خلقته التي خلقه الله عليها ردت شهادته أمام القاضي لأنه كذاب أول ما حد يقول لنا كده ومنبلغ عنه حضرة القاضي فحضرة القاضي يقول له بقولك إيه إنت بالشكل كده كذاب أو عندك خلل في دماغك ولذلك أنا مش عايز أشوف وشك في المحكمة تاني تشهد على أي حاجة ليه كده أنه أنا كذاب اتفق المسلمون وأجمع علماؤهم على أن من ادعى أنه رأى الجن على خلقته فهو كذاب أساس خلقتهم إيه وأساس تكليفهم إيه أنه يشتغل بالعبادة يبقى إذن الجن بيشتغل بالعبادة طيب جيت أنا عرفت طرق أشتغل عليها اسمها استجلاب الجن استجلاب الجن طرق كده أشتغل بيها بحيث أن أنا اتصل بيهم ممكن أسمعه ممكن أكلمه ممكن يكلمني لكن مش ممكن أشوفه على خلقتي وبعدين قلت له أنا عايزك يا عم الجن الله يخليك مزنو أنا في مئة ألف جنيه خلاص وعايزين نشتري عربي فما تجيب لنا مئة ألف جنيه فييجي الجن رايح سارق مئة ألف جنيه من أي حتة ويجيبهم كده طيب الله إيه ده هو ده حلال ولا حرام 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 طب ليه حرام حرام لأني أخرجت الجن من الخلقة بتاعته التي هي العبادة فطوعني يعني زي ما الشيطان بيوسويسلي أنا كده وسويستله وهو زي ما أنا مسعات أنسى نفسي واتبع الشيطان هو برضو نسي نفسه ولعزو بالله واتبع الأزية اللي أنا بعملها فرحم طوعني ربنا خلقنا وخلانا لنرى حتى لا يشوش بعضنا على بعض فلو جيه هو تدخل في حياتي وطوعني يبقى آثم ولو أنا طوعته أبقى آثم وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ربنا قال على الصنف ده من البشر اللي يحط في دماغه إنه عايز يتصد بالجن ويفعل هذه الأمور فإنه يكون قد خرج عن حد الحلال وارتكب جريمة ولو إن هذا الجن طوعني يبقى وقعته سودة وقعته سودة طب إن كان صالحا ما كانش طوعني ترجمة نانسي قنقر